بداية دكتور صفير القانون الذي يقر في مجلس النواب هل يعتبر قانون متين إذا بدنا نستعمل هذه العبارة أم هو قانون قد يكون قابل للطعام من وجهة نظرك قانوني ودستوري خلينا نقول أولا كيف من نوصف التشريع تشريع يوصف من خلال القاعدة اللي بيحكي فيها يعني ليس كل تشريع صائب باعتبار أنه في قواعد يمكن ما يكون فيها عناصر موجودة فيها يعني عناصر المتاني خلينا نقول أنا قلت متين بإحدى وسائل الأعلام لأنه القاعدة بهذا القانون جاي قاعدة متكاملة يعني ما حددت أشخاص ولا حددت مراكز حددت موضوع عام يتعلق بفئة معينة يعني رتبة عماد ولواء من العسكريين بالتحديد من قادة الأجهزة الأمنية اللي من تاريخ إحالتهم على التقاعد إلى التقاعد في سنة إذن مدد هذا الموضوع مدد المدة من خلال مجلس النواب مجلس النواب هو سيد نفسه مثل ما بنعرف وبالتالي يمكنه أن يشرع في شتى الاتجاهات الآن القاعدة المعتمدة في القانون لأقر هي قاعدة متينة طبعا في مجال ينعمل في طعن لأنه كل قانون هو قابل للطعن أمام المجلس الدستوري وفق كل القواعد نعم رح نحكي عن الفروسيدور طبعا ولكن المتاني هي أنه هذا القانون اتسم بالعمومية نعم دكتور يمين وحط موضوع كمان الظروف الاستثنائية بالأسباب الموجودة دكتور يمين البعض يعتبر أنه هذا القانون تشوبه أخطاء وقد يكون معرض للطعن هل برأيك فيه أخطاء تشوبه هذا القانون يعني اعتبروا الدكتور سفير أنه متين إذا بدنا نستعمل هيدا التعبير بكل تقدير واحترام للزميل العزيز الصديق الدكتور سفير أخالف الرأي بالحقيقة لأنه أعتقد أن بنية القانون غير دستورية عدا عن إقراره في ظل الشغور في سدة الرئاسة من غير أن يكون واقعا تحت عنوان تشريع الضرورة ما رح ادخل حكينا كتير يعني بعدة مؤابلات بعدة وسائل إعلام حول تشريع الضرورة إذا عاد ساعة الوقت أنا حاضر بس خليني ادخل على بنية القانون من مطرح ما انطلق الدكتور سفير التشريع صحيح أنه مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع عملا بأحكام الدستور ولكن ليس مجلس النواب سيد نفسه بالمطلق هو محكوم بالمبادئ الدستورية وبنصوص الدستور وبالكتلة الدستورية المبادئ الدستورية تتضمن مجموعة من القواعد المسلم بها والتي لا يجوز للمشرع أن يتخطيها من شين هيك صار فيه شيء اسمه رقابة على دستورية القوانين اليوم القانون حتى يكون دستوري عنده جملة شروط من بيناتها أن يكون متمتعا بصفة الشمولية والمساواة والتجرد والعمومية إذا منجي منقرأ هذا القانون بدقة وهدوء منتبين بصراحة أنه هو مفصل على قياس ثلاث أشخاص خصرا وبالتحديد وهو ما يضرب قاعدة الشمولية والمساواة والتجرد بس بحلي بدقيقة لحظة عم بيقلك أنه لرتبة لواء وعماد يعني في عنده اعتبر دكتور سفير أنه يتمتع بالشمولية ومش مفصل على أيس أشخاص أبدا لو إجا فعلا لكل رتبة عماد وهو في واحد عماد ولكل رتبة لواء كان مفهوم كانت ساعتها المادي 55 من قانون الدفاع الوطني بيتم تعديله لأنه مرتبطة السن القانونية للخدمة بالرتمة كان قاله بدل ما تكون ستين عماد بتكون واحدة وستين وبالنسبة للواء تضاف سنة وانتهد لا اللي صار ما صار هيك قال القانون بالنسبة لقادة الأجهزة الأمنية اللي عندهم رتبة لواء واللي عندهم رتبة عماد هون وقع بالخلل بالمساواة ووقع بالشخصانية للأسباب التالية يعني فقط قادة الأجهزة حصر بهذا الموقع وين الخلل؟ يا ريت قال كل قادة الأجهزة كان ممكن هون ينحكى بأنه اعتمد معيار واحد أنه هو قادة الأجهزة ما اعتمد فعليا قادة الأجهزة بلش أنه قادة الأجهزة والأسباب الموجه بأنه قادة الأجهزة ولحفظ الأمن ولكن وقت لما تدقق بيتبين حصر قادة الأجهزة العسكريين طيب أنا عندي سؤال إذا ما فيك تبدل بهالفترة القادة الأمنيين وتحت عنوان الظرف الاستثنائي والضرورة بدك تخلي القادة الأمنيين الموجودين طيب أول سؤال ليش مدير عام أمن الدولة لأنه مدني ما بدت له وليش حصرته بالعسكريين وهو رئيس جهاز أمن الدولي ورتبته نائبه اللي هو بأمن الدولي بحسب نظامه بيوقعوا بالاتحاد بده توقيعين هني بيشكلوا مجلس أمن الدولي العميد شقير هو عسكري من رتبة عميد لاي ما شملته بالتمديد ما قدولك عماده ولواء لاي حصرته ولواء واحدة من اتنين يا كل قادة أجهزة الأمنية بصرف النظر عن رتبتهم يا كل الرتب بصرف النظر إذا كان قادة أجهزة أمنية أو لا هاي برأيك برأيك هاي ده أول خلل تاني خلل وخلل فاضح وبيأكد على شخصانية التمديد وأنه مفصل على قياس أشخاص اعتبر أنه مدة السنة اللي بيتمدد فيها لقادة الأجهزة الأمنية فقط اللي من رتبة لواء ومن رتبة عماد هو من طريق إحالتهم على التقاعد واللي هي تواريخ متفاوتة إذا كان فعلا في ضرورة نظرا للظرف الحاضر ما في رئيس جمهورية وحكومة مستقيلة ويمكن بيتعذر التعيين جيد بصرف النظر توحيد التاريخ طيب هني مش من نفس السن يعني في حدا بآخر الأربعة وشرين من حال حتى قاعد بيطلع له سنة زيادة بونيوس شو مبرر هايدي السنة اللي زيادة مين قال وفي حدا بيطلع له يمكن أكتر ثلاث سنين يعني بعد سنتين وبيضلله تلقي سنة زيادة بتكون صرت خارج الضرورة فإذا غير مربوطة بالظرف الحاضر هذه الشوائر